السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر محمود بلتاجي من قناة معلومة على الماشي النهاردة ان شاء الله هنشرح listen to unit 2 a combined forces to motion يعني القوى المصاحبة للحركة طبعا لمنهج ده منهج الصف الاول الاعدادي لمدارس اللغات مادة الساينس للترم الثاني ايه هي مستر مصاحبة لترم الثاني دي فورس في فورس بسبب الحركة يعني بسبب نشأت بسبب الحركة كلمة motion طبعا كلنا عارفين ان هي معناها ايه حركة زي force of inertia ايه انيرشيا دي يعني القصور الذاتي وهنشحه بالتفصيل دلوقتي وفيه friction force اللي هي قوة الايه الاحتكاك طبعا دي خدناها قبل كده في grade 5 و grade 6 force cause motion يعني مسببة للحركة في قوة مسببة يعني ايه قوة مسببة يعني هي اللي بتعمل الحركة زي the forces inside living system اللي هي القوة اللي موجودة داخل الانظمة الحية او الانظمة داخل جسم الانسان او مش شرط الانسان ممكن البكتيريا ممكن اي ايه ايه اي كائن حي هنبدأ الاول بال inertia يعني هي inertia قلنا يعني القصور الذاتي باللغة العربية it is property of an object that has to resist the change of its state يعني بيقاوم التغير في حالته يعني لو هو متحرك يعني move or at rest ثابت يعني سواء متحرك of rest or motion rest or motion at regular speed in a straight line unless an external force acted on it يعني الا لو في حاجة قصرت عليه يبقى اللي نرشي اهم حاجة فيها ان هي ايه ان هي property of object that has to resist يعني بيقاوم change of its state يبقى دي اهم جملة عندنا ان هو ايه change اللي هو resist يعني بيقاوم change of its state يعني لو هو سواء motion او rest يعني لو motion هو عايز يكمل motion لو rest هو عايز يفضل ايه at rest والصورة الجاة دي هتوضحه جدا جدا الاجزامبل بتاعنا لو انا واقف مسلا في bus the passenger and the driver in a moving bus or car are rushed forward when the bus stop suddenly يعني لو البس بتاعي stop suddenly اللي بيحصل الباسنجر بيحصل له من هم بيمروا ايه rush forward يعني بيطلعوا القدام طب لها مستر لان ال driver هو ايه apply the brake يعني دي اس على الفرامل بتاعت العربية لكن البنية ادمين ملهمش فرامل هو جوة العربية فهو عنده the same velocity او same speed of car فهو ايه الجسم بيكمل لقدام الجسم بيكمل ايه لقدام بيكمل حركته عادي يعني عربية وقفت لكن الجسم لسه مكمل ايه حركته يعني resist the change of a state يعني بيقوم انا مش عايز اقف انا عايز اكمل حركتي والعكس برضو لو انا كنت ايه in stopping bus او static bus يعني ايه كلمة static bus يعني الباس بتاعي ثابت ما بيتحركش وفجأة suddenly هي ايه هي move يعني ايه move move forward الباس move ايه forward فالجسم برضو بيحاول try to a to keep its state بيحاول يحافظ على حالته يعني بيحاول يفضل try to rest فالجسم تلاقي يرجع لورا عشان كده وحنا واقفين في البصل لو بدأ يتحرك فجأة بنرجع لإيه لورا لو وقف فجأة rush forward بنطلع لإيه لو قدام نيجي بقى second force او هنسميها بقى friction forces يعني قوة الاحتكاك ايه قوة الاحتكاك دي دي دايما بتكون opposite direction للمotion direction يعني direction of motion لو رايح حلفت يبقى friction هتروح right دايما بتكون ايه opposite direction يبقى the resistance force يعني قوة مقاومة او against motion يعني حاجة ايه مقاومة للحركة بتاعتي originate between the object and the medium touching it يعني ما بين الobject بتاعي اللي هي car مثلا او وما بين الايه ما بين ground ما بين air فاحنا عندنا في friction force ما بين mediums كلها يعني ايه يعني فريكشن فورس in air في friction force in water في friction force with ground فطبعا اللي هي مع ground بنسميها friction عادي طب واللي مع air بنسميها air resistance طب واللي مع water بنسميها water resistance طبعا الفريكشن force واللي الريليشن ما بينهم inverse يعني مستر inverse يعني الفريكشن الفريكشن increase اللي سبيت decrease والعكس لو الفريكشن قالت decrease اللي سبيت يحصل increase يبقى هم inverse relation طيب الbenefits او الفوايد بتاعة الفريكشن benefits of friction prevent feet from slipping on road during walking يعني بيمنع الانزلاق من الزحلق اتهلب in stopping and starting car motion بتساعد في حركة العربية طب ايه كمان اتهلب in burning match في طبعا ايه اشعال الكابريت طب اللي هي العيوب بقى او اللي ايه اللي عكس المميزات يعني ايه يعني العربية بتاعتي بتبزل مجهود عشان خاطر تتغلب على ايه overcome the friction force وبرضه بتعمل heat energy يبقى produce heat energy due to friction طب دا بيعمل دا بيعمل يا مستر cause damage and erosion of machine part يعني بيضمر اجزاء اللي هي الاجزاء الداخلية internal part اجزاء الايه الالة due to ايه due to heat increase بسبب الزيادة في درجة الحرارة وعشان كده احنا وييوز lubricant اللي هو الشحم and oiling والزيت اللي هي مستر to reduce friction force عشان نقلل friction لان الزيت بيقلل ايه friction بالضبط زي ما تكون ايضاية مزيتة كده فانا ما مكونش عارف امسك حاجة لان friction force very small طيب عندنا بقى third number three forces inside living system اللي هي biological forces يعني القوة الحيوية القوة الحيوية دي يعني اللي موجودة جسم الكائن الحي inside living organism عندي طبعا فيه simple system زي unicellular living organism زي البكتيريا وعندي complex system such multicellular living organism زي طبعا ليه الهيومن او الانيمال او even البلانت الحاجات دي كلها complex يعني complex يعني بتتكون consist of more than one cell multicellular كلمة multi دي معناها mini multi معناها ايه mini يعني كتير طب طبعا زي ايه مستر زي heart muscle contraction and relaxation يعني contraction انكباط and relaxation انبساط يعني ينبسط يعني للقلب عشان خاطر بيكون جاي ايه with carbon dioxide this is indicated by heart pulses during movement of blood inside the blood vessel ونحن طبعا بنحس ده في ايه في اللي هو ايه لما بنقيس النبض بتاع اليد كلمة heart pulses معناها ايه نبض اليد طب give reason blood is pump all over the body هقول له due to heart muscle contraction and relaxation يبقى دي force برضو يبقى هو بيشتغل زي المضخة طيب في حاجة تانية برضو موجودة جوه الايه systems بتاعتي اللي هي are transported through boards of the wall and wall of cell يعني السل بتاعتي ازاي بتاخد liquids ازاي بتاخد الحاجة بتبقى من الحاجة اللي فيها وطر قليلة اللي حاجة اللي فيها وطر كتير نفس الكلام بيحصل في plant rising of water and salt from soil to plant يعني من الصويل بتاعتي تروح لل plant اللي هو ايه يعني بتطلع من root لل stem وبعد كده تروح لل leaves للأوراق against earth gravity force طبعا نحنعرف ان gravity بيشد الحاجة لتحت بس الووتر بتطلع لفوق من lower concentration to higher concentration او العكس طبعا في حاجة كده هتخضوها في سنة ويا ولاد ان salt بتنتقل من lower concentration to higher concentration على عكس الووتر بتنتقل from higher concentration to lower concentration عندي برضو contraction and relaxation of muscle ازاي انا بحرك دراعي او بحرك رجلية due to contraction يعني انكباط او relaxation امبساط muscle يبقى هالبزة body organ to move سواء ايدي او رجلي شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة